يا صباح الفل ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة يونس اتحداني اني اعمل صفرة تركية كاملة مفهاش ولا اي اكلة واحدة بس عربية والحمدلله كنت اقدي التحدي فحبيت اشارك معاكم وصفاتي للصفرة دي لو قبل مرة تشوفوني انا اسمي لمية ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو على صفرتنا النهاردة هيكون موجود خبز البيضة وزي ما انتو عارفين ان العجين بياخد وقت فحبيت ابدأ به فاول حاجة عملتها اني نخلت الدقيق كويس جدا علشان اتأكد ان هو مفوش اي شوايب او اي تكتلات بعد كده ضفت للدقيق معلقة كبيرة من السكر ونص معلقة ملح وكمان بكت خميرة فورية كمان ضفت معلقة من البيكنج بودر ومعلقة من الكربونوتو بدأت اقلبهم كويس وبعد كده نزلت عليهم بالمية الدافية انا بنزل واحدة واحدة علشان خاطر اقدر اتحكم في العجينة ان هي ما تكونش زي ما بنقول كده منزقة هفضل انزل بالمية واحدة واحدة كده لحد ما تتكون عندي عجينة بعد كده هنزل بالعجينة دي على الكاونتر وهبدأ اعجم فيها لحد ما تتكون عندي عجينة نعمة وسطح بتاعها يكون املس بعد كده هاخد العجينة بتاعتي هحطها في الطوق اللي كنت بعجم فيه وعليها مسح الزيت من الوشين كده وهغطيها بستريتش فيل واسبها تخمر لمدة ساعة ونص انا الجوا عندي برد فعشان كده هسيبها تخمر لحد ساعة ونص لكن انتو تقدروا تسيبوها لحد اربعين ديئة بس او من اربعين ديئة لحد ساعة هغطيها بفوتة نظيفة وهسيبها بقى في مكان دافي بعد الساعة ونص زي ما انتو شايفين العجينة بتاعتي خمرت وارتفعت جدا الحمد لله هبدأ بقى ان انا اضغطها الاول بعد كده اخرجها من الطوق وابدأ ان انا اقطعها الكمية اللي انا عملتها ديان هتعمل معي اتنين بيه ده بس هقطعها النصين وكل النص هحاول ان انا اكوره اشتركوا في القناة بعد ما كورت العجين بتاعي بدأت انقله لصنية الفرن اللي انا هشتغل فيها اه انا هسيبها تقمر لمدة عشر دقيقة تانية هغطيها بالستريتش فيلم وقبلها هكون ما اغطيها بالزيت من فوق ومن تحت تقدروا تسيبوها خمس دقيقة بس او عشر دقيقة بس احنا بس عشان كورناها فكده هي مش هتتفرد معنا بسهولة الافضل ان احنا نسيبها وتخمر كده عشر دقايق وبعد نرجع لها تاني بعد العشر دقايق رجعت لها تاني وكانت زي ما انتم شايفين انتفخت شوية بدأت ان انا اغطي السطح بتاعها ببيضة حطيت على البيضة دين اه رشت كده فلفل اسود عشان خطر بس ريحة زهورة البيض وبدأت افرد البيضة اه البيضة لها يعني طريقة كده او تكنيك بتتفرد بيه اه هتشوفو معايا في الفيديو اه انا بفردها الاول بعد كده ببدأ ان انا اشكلها بسوابع يعني بالتلات سوابع اللي هم الاولانين دول اشتركوا في القناة بعد ما شكلتها بقى بدأت امسح عليها بالبيض مرة تانية وكمان رشيت عليها رشة من اه السمسم ورشة كمان من حبة البركة بعد كده اخدها بقى على الفرن لمدة عشرين دقيقة بالزبط آآ الفرن دا كان ساخن مسبكا على درجة حرارة متين وخمسين بعد عشرين دقيقة خرجتها من الفرن وده كان شكلها عايز اقول لكم طعمها والله احلى بكتير من اللي بتتبيع برا وضمنين مكوناتها وضمنين وعارفين تاريخها يعني بمعنى اصح غطيتها بقى بفوتا من الديها كده علشان تبقى طارية وهشة كده معايا بعد كده بقى بدأت اجهز الكوبيبة او اتشلي كفتا زي ما بيقولوا الاطراق استخدمت كبايتين من البرغل كبايتين كبار من البرغل وكبايت شاي من السميد وحطيت عليهم ثلاث كبايات من الميا المغلية وهسيبهم بقى هغطيهم وهسيبهم كده لمدة عشر دقيقة او ربع ساعة بعد كده بقى بدأت اجهز حشوة الكوبيبة هم بيستخدموا لحمة مفرومة ولكن ما كانش عندي لحمة مفرومة تكفي لكل الاكل فاستخدمت نص كيلو لحمة كده كان موجودة عندي بدأت ان انا اقطعه شرايح والشرايح دي بعد كده قطعتها مكعبات انا دقت الحشوة بالطريقة دي من واحدة من قريب زوجي عملتها بالطريقة دي وصراحة كانت حلوة جدا في توصة بقى على النار حطيت معلقة زيت كبيرة وبعد كده نزلت بمكعبات اللحمة الصغيرة دي وفضلت اقلب فيهم وشوح فيهم كده مدة لحد ما ياخدوا لون بعد كده نزلت على اللحمة برشة كده من الفلفل المجروش اللي هو بول بيبر هنا في تركيا بعد كده علشان انا التواصل تعطي كبيرة بدأت اجمع اللحمة كده في النص وهي هغطيها بغطى حلة كده موجودة عندي واسبها كده لمدة عشر دقايق بعد كده فرمت بصلتين وسط في الكابة واخدتهم ونزلت بيهم على اللحمة فضلت كده اشوح في البصل مع اللحمة لحد ما ديبر خالص وبعد كده نزلت عليه بكبية من الفول السوداني المفروض ان احنا بننزل بعين الجمل اللي هو الجافيزة هنا في تركيا ولكن ما كانش عندي فالصراحة استبدلته بالفول السوداني وعايز اقولكم كم طعمه طحفة بعد كده بقى زبط الملح بتاعي وخلاص قلبت التقليبة الاخيرة ونزلت عليهم برشة من البقدونس في الخطوة دي هنقفل النار بقى خالص علشان البقدونس ما يتبلش احنا عايزينه يفضل اخدر كده فرش هقلبهم تقريبة بسيطة وخلاص كده قفلت النار عليهم وكده الحشوة بقى الجهزة معي فتحت بقى على البرغل وزي ما انتو شايفين كده بقى عامل زي العجينة او حاجة تقريبا بنسميها في مصر البسيسة نزلت عليهم بكباية من الدقيق وكمان بيضة ورشة ملحة ورشة فلفل اسود ورشة فلفل مجروش وكمان معلقة من الصلصة هفضل بقى اعجم فيهم لحد ما تتكون عندي عجينة نعمة خالص كنت حاسة الطبق مش مساعدني ابدا في العجن فانزلت بالعجينة هي الصينية بتاعت التشي كوفتا وبدأت اعجم فيها وبعد كده عملت بقى الاختبار والاختبار ده ان احنا بنقلب الصينية لو ما وقعتش العجينة يبقى كده احنا في التمام اخدت بقى عجينة الكوبيبة وبدأت اشكلها دي الطريقة التقليدية لتشكيل الكوبيبة انا اول مرة اعملها فاعذروني يعني لو الشكل طولع مش اللي هو قوي ولكن دي كانت اول تجربة ليا للكوبيبة الصراحة بدأت بقى ان انا احشيها زي ما انتم هتشوفوا كده وبدأت الفها بالطريقة التقليدية خالص كمان هعمل معاكم طريقة تانية اللي هي طريقة الفنجان او طريقة الكوب دي بالنسبة لي كانت اسهل ومريحة جدا هنا بقى حبيت اوليكم طريقة الكوب الصراحة كانت سهلة جدا وهونت علي وخلصت معي انجازتني يعني بمعنى صح بنحط زي كده ونحط فيه الكورة اللي هي بتاعة العجين وبنكورها بالمنظر اللي انتم هتشوفوا ده ونعبيها وبعد كده بنطلع بقى الستريتش ده ونبدأ نلفه هي هتعمل على طول آآ البوز الاولاني واحنا بقى علينا ان احنا نعود نلف فيها لحد منطلع اللي هو البوز التاني اللي بيكون من ورا ده نرى شكلها يعني ايه غريب شوية بس نتيجة مرضية يعني مرضية كاول مرة يعني بعد كده بقى بدأت قليها بعيدا يعني عن منظر التوصى ده اعذروني وعن منظر اللي متوسخ جدا هي ما اخدتش معي يعني دقيقتين على كل وش تحمرت بسرعة جدا فلازم تكونوا واقفين جنبها بحيس ان هي ما تتحرقش منكم هنطلعها بقى على مناديل المطبخ علشان تشرب الزيت بتاعها وده كان الشكل النهائي ليها كانت آآ كريسبي من بره وطرية من جوه وطعمها كانت وحفة بعد كده كان عندي بتنجان وفلفل اللي هما بيكونوا مجففين قلت اجربهم بما انها تكون صفرة تركية وكده آآ حطتهم في حلة وحطيت عليهم مياه سخنة واسبتهم لمدة نص ساعة بعد كده بقى بدأت اجهز حشوة المحشي انا هعملها نيف نايف المفروض الحشوة دين بيضاف لها لحمة مفرومة ولكن انا محطت لهاش لحمة مفرومة لان ما كانش عندي كفاية الصراحة عملت باللي موجود عندي آآ استخدمت بقدونس ورز وبصلة مفرومة وكمان ما لقيت صالصة كبيرة وملح وفلفل اسود وشطة بس كده ما استخدمتش اكتر من كده بهرت بعد النص ساعة بقى جبت البتنجان والفلفل بتاعي وعايز اقول لكم بقطاري جدا زي ما هتشوفوا كده بقطاري جدا آآ كأنه يعني اتسلق بس انا ما سلقتهوش علشان خاطر ما يتريش معايا لما اجي اسويه بدأت بقى احشل بتنجان والفلفل ومما لتهمش على الاخر علشان خاطر هم متفتحين مكان الخيط آآ كمان في حيطة منهم بتتكسر لما بيجوا يتنشفوا او كده في حيطة بسيطة كده بتتكسر منهم فما حشتهمش على الاخر بعد كده بقى بدأت اجهز الشربة بتاعت المحشي انا بحب الشربة تكون فيها آآ صلصة او تكون حمرة يعني بمعنى اصح فا في كوباية حطيت مكعب مرأة لحمة ومعلاقة صلصة وقلبتهم كويس كده مع كوباية ميا سخنة ونزلت عليهم نزلت بيهم على المحشي كمان نزلت عليهم بكوباية مياه سخنة والكوباية التانية آآ حطيت عليها آآ معلقة كبيرة من من صوس اللمون ونزلت بيها عليهم وبس كده غطيت الحلة ورفعتها على النار اول ما غلي توطيت عليها وده كان شكل المحشي بعد ما خلص عايز اقول لكم اجمل محشي ممكن ادوق اكون دوقته في حياتي بعد كده بقى بدأت اعمل آآ البرغل الاحمر آآ نزلت بمعلاقة كبيرة من الزيت ومعلاقة كبيرة من آآ الزبدة ومعلاقة كبيرة من صلصة التماطم ومعلاقة كبيرة من صلصة الفلفل وعليهم كوباية ونص من البرغل هفضل اقلب فيهم وبعد كده هنزل عليهم بتلات كوبايات من المية السخنة غطيت البرغل بتاعي وسويته بنفس طريقة الرز وبعد ما استوى جبت مناديل مطبخ وغطيته علشان تشرب اي بخار منه وغطيته واسبته بقى لحد ما جيت اقدمه على الفتار بعد كده بقى جينا للطبق الرئيسي استخدمت 200 جرام من اللحمة عليهم معلاقة ببرغل كنت نقعيها في مية سخنة ومعلاقتين كوبار من الدقيق وبصلة متوسطة مفرومة والبهارات ملح فلفل اسويت كامون فلفل مجروش والسبعة بهارات وكمان معلاقة كبيرة من التوم البودر وبدأت اعجنهم كاني بعجن عجينة لحد ما بقيت متماسكة كده زي ما انتوا شايفين بعد كده بقى هبدأ اشكلها لكور صغيرة براحتكم حجم الكور تخلوها كبيرة تخلوها صغيرة براحتكم زي ما انتوا عايزين بس انا كان الحجم دوا هو اللي مناسبني بعد بقى ما شكلت كل اللحمة جبت الطبق كبير في دقيق عايز اقول لكم ان الميتين جرام طلعوا لي اكتر من كده يعني هنشلت نصهم في التلاجة وده نص الميتين جرام يعني دول ميت جرام بس من اللحمة بدأت انزل عليهم انزل بيهم في الدقيق وهقليهم بالطريقة اللي انتوا هتشوفوها كده الطريقة دي بتخلي الكفتة عايز اقول لكم بتبقى مقرمشة كده من برا وجوسي جدا من جوه جربوها فعلا هتعجبكم بعد ما غطيت كل الكفتة بالدقيق بدأت بقى اجهز السلسة استخدمت مكعب مرأة لحمة عليه كبايتين من المية السخنة وكمان عليه معلقة كبيرة من السلسة هقلبهم بقى كويس جدا واسبهم على جنب بعد كده بقى في حلة نزلت بمعلقة كبيرة من الزيت وبدأت انزل بكور الكفتة كده واحدة واحدة علشان الدقيق بتاعهم ماينزلش وبقيت بقلبهم بالطريقة اللي انتوا هتشوفوها دي في الخطوة دي ماينفعش تستخدموا اي سباتيولا او معلقة بعد كده بقى نزلت عليهم ببصلاية متوسطة مفرومة في الكبه وبعد كده هنزل بقى عليهم بالسلسة هقلمهم كده تقليبة بسيطة وبعد كده هنزل عليهم بكباية من المية السخنة زبطت بقى الملح بتاعي وكمان ضفت رشة كده بسيطة من ملح اللمون ونزلت بكباية ونص من الحمص المسلوق الله 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 على الريحة بقى يا بنات مش قادر اقول لكم والله تعمها فعلا كان حلو جدا نزلت عليهم بقى برشة نعناع وكمان رشة بقدونس كده يكون فرش وقفلت بقى النار عليهم وغطتهم وسبتهم للفطار بعد كده اخر حاجة بقى حبيت ان انا احضرها معاكم كانت الشربة انا هعمل شربة ترهانة ولكن بطريقتي انا مش بطريقة الاطراق ولا حاجة لان رحيل بتاكل منها فمش هتناسبها ابدا طريقة الاطراق استخدمت تلات معالق من دييتر هنا قلبتهم كويس بمعلقة كبيرة من الزبدة وبعد كده نزلت عليهم بخمس كبيات من المية الصخنة وسبتهم لغاية لما يغلوا وتحسوا كده ان الخليط بدأ يتقل والصوص بتاع الزبدة بتاعها حطيت معلقة كبيرة من الزبدة بعد كده حطيت عليها معلقة كبيرة من الصلصة هقلبهم كويس لحد كده ما الصلصة تدوب معايا وهنزل عليها برشة من النعناعة ورشة من الفلفل المجروش وهقلبهم كويس بعد كده بقى هاخد الصوص بتاعي بتاع الزبدة ده وهنزل بيه على آآ الشربة بتاعتي عايز اقول لكم ان صوص الزبدة ده قادر انه يغير اي طعم اكلة فوق ما تتخيلوا بجد بيفرق جدا جدا في الطعم دي كانت اخر حاجة حضرتها اللي هي آآ شربة الترهانة وآآ سبتها بقى تاخد كده غلوة خفيفة وقفلت عليها وكده تقريبا انا كنت جهزت كل حاجة هنا بقى كان الصفرة خلاص كده جهزت انا طبعا نقلتهم على الصفرة ولكن كنت حابة اوريكم شكل الاكل الاول ووصفتنا كده خلصت النهار ده الحمد لله وكل سنة وانتو طيبين لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشيري الفيديو وسبسكرايب للقناة واشوفكم على خير في فيديو جديد